أنت أعمار مختلفة وأنا مبسوطة أن معي النهار ده أعمار مختلفة عشان نسمع كل الأراء وجهة النظر هنبدأ بيك يا جيدة أنت لما بتحبي حاجة عايزة تجيبي حاجة أو عايزة تطلبي طلب من مامي إيه الطريقة اللي أنت عارفة أنك أول ما هتقوليها مامتك هتعملها لك على طول يعني مثلاً بفضل أحب تبدأ لي إيه؟ أحبها أكتر آه بتتحكي عليها يعني آه تعملي إيه كمان أوليلي حكيلي حكيلي أنا عندي منه في البيت ده قولي بقول لها أنا بحبك قوي 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 يا سلام وبعد ما تقول لك يا حاببتي وتاخدك في حضنات ومعي للها هاتي باقها فلوس بقول لها ماما حاببتي ينفع ينفع فلوس خطة نموزاجية بحدة والله في جد ماشي أنت بتعمل إيه؟ أنا أقول لها أنا عايز كذا وهي بترضى طيب وفرد ما حصلاش مرة إن هي قالت لك لأ مش هينفع؟ لا بتقول كتير طيب بتعمل إيه أنت ساعت؟ آه هي لما تقول لأ أنا بقعد أظنها عليها بتظن إزاي بقى بتقول لها إيه؟ يعني آه يعني بلحي حاليا بتلحي؟ ايه تفضل تقول لها لا أنا عايز برضو؟ لا بتعيط بقى وتدبب وبتاعها كده؟ بقولها مرة ولو هي ما وفقتش بسيبها واليوم الجاي بقول لها نفس الحاجة وهي بتنسى وتقولي بتزهق؟ لا هي هي بتكون نفسية اللي أنا عبتلها عن بارة فبتوافق فبتوافق؟ أنت بتعتمد إن ماما بتنسى خطة برضو والله يا بص المعرفة الولاد ومخوهم بيخلونا نفهم دماغة طيب إنت يا لوجي حكيلي؟ أنا بالنسبالي يعني بحاول لأقنعهم أنا ليه محتاجة لحاجة دي آه السن الأكبر ده أنت عندك كم سنة؟ أنا 11 ونص 11 ونص وليلي بقى بتعملي إيه يا لوجي؟ قد أنت تموحاتك فوق خالص آه يعني إحنا مش هنطلب طلب عايزة مفيش طلب عايزة روح النادي النهاردة هو لأ مفيش الحاجات البسيطة دي؟ لا في سفر أنا لو حطب هطلب على طول يعني تموحاتي علي جداً أوكي فمثلاً أقول لهم أنا محتاجة أسفر لبلد الفنانية دي علشان مثلاً أعرف ثقافات مختلفة وحاجات مختلفة وكده آه يعني عايزة تتنوري عايزة تشوفي ما يفعش ترافي الثقافات دي على جوجل؟ لا طبعاً لازم مش فرق نفسي لازم أه آه لازم بتسافر يا ابن أفسك أوكي ومامي بقى بتعملي سابت علي يا مام يعني على حسب لو أقنعتها بيتوافق وتقول لي ماشي في الأجازة يعني في الأجازة تابعة المدرسة بنروح أجازة كريسمس الأجازة اللي هي بتوقف أيد كده لو ما اقتنعتش؟ لو ما اقتنعتش بقى قولها مثلاً اللي هو لو نجحت في المدرسة يعني ثلاثة الأولى عن مدرسة مثلاً أسفر لبلد الفلانية فتقول لي ماشي وبتنجحي انت شاطرة كده بتتعمل أولى اه إن شاء الله طيب لو ما اقتنعتش؟ لو ما اقتنعتش بابا رح لبابي اه ماما خلاص كده فيش فايدة نخش على بيك باس بتدخلي على باباكي اقول له مثلاً زيك يا بابي عملي قاعد أتكلم معه شوية وفي الأخر اقول له مثلاً ايه ايه رأيك في البلد الفلانية عايزين نسافرها فيها حاجات حلوة ومزارات حلوة كده ممكن نروح اياني شو ثقافة تانية وفي الأجازة بالمرة كده يعني ترجمة نانسي قنقر